موسيقى موسيقى في التحليلية نحو مليارين ومئتي مليون دولار خسائر وأكلاف إسرائيل من عدوانها على غزة القيادة المركزية الأمريكية تحذر من مخاطر تمدد موسكو وبكين في الشرق الأوسط هل يهدف مكنزي من مواقفه؟ الضغط على الإدارة الأمريكية لإبقاء قواتها في المنطقة؟ سوريا أين شبابياً واجتماعياً واقتصادياً في سلسلة للميادين؟ هل خرجت سوريا من عشرية الحرب؟ والمستقبل إلى أين؟ في قضية اليوم في مثل هذه الأيام رواية تحرير جنوب لبنان بدأت وفصل هزيمة إسرائيل كتب واحد وعشرون عاماً تثبت الردع وتعزز محور المقاومة وتصدع جدار إسرائيل وغزة تكرس الانتصارات لم تكن خسائر إسرائيل عسكرية ومعنوية ونفسية فقط فأكلاف عدوانها طالت اقتصادها الذي منيه بخسائر قدرت بنحو مليارين ومئتي مليون دولار أكلاف أضيفت إلى ما تعانيه الميزانية الإسرائيلية أصلاً من عجز وأحديات اقتصادية أهلاً بكم ما إن سكت صوت المدفع الإسرائيلي حتى طفت على سطح الأحداث أسئلة أبرزها ما هي تكاليف الحرب وخسائرها والتبعات الاقتصادية على إسرائيل بعد حربها على غزة أكلاف زادت من عجز الميزانية ومن ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر ملياران ومئتان مليون دولار كلفة العدوان على غزة أضيفت إلى عجز الميزانية البالغ 62 مليار دولار حيث تبدو كلفة عملية حارس الأسوار مضاعفة من عملية الرصاص البسكو الأضرار التي لحقت بإسرائيل متعددة من كلفة العمليات العسكرية إلى الخسائر الاقتصادية المباشرة التي طالت القطاعين العام والخاص علماً أن الخسائر والأضرار غير المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي من شأنها أن تكون مضاعفة فخسائر الإسرائيليين من جراء صواريخ المقاومة كانت كبيرة سواء في منزلهم أم ممتلكاتهم أم مصانعهم ومحلهم التشارية خسائر مباشرة نهزت 300 مليون دولار وغير مباشرة لامست مليار دولار واحد فكلفة اعتراض الصواريخ القبة الحديدية بلغت 86 مليون دولار ووقود للطائرات الحربية ب37 مليون دولار أما الزخائر والتجهيزات فبلغت نحو 338 مليون دولار وتجنيد الاحتياط بنحو 8 ملايين خسائر إسرائيل هي ليست فقط أرقاما تزيد هنا وتنخفض هناك بل هي أكبر وأكثر فعالية وأشد تأثيرا في الجباة الداخلية وفي نفوس المستوطنين الذين غادر الكثير منهم هربا من الحرب وصواريخ المقاومة وهم الذين كانوا يمنون النفس بقضاء موسم السياحة أخيرا وضعت الحرب أوزارها سكت صوت المدفع وأطفئت محركات الطائرات وارتفعت صرخة الجبهة الداخلية في إسرائيل فالسؤال الأساسي والكبير الذي يطرحه كل إسرائيلي صغيرا كان أم كبيرا من أين ستأتي الأموال لترميم هذه الأضرار التي لحقت بالبشر والحجر فالحرب لم تعد نسها مراسل الميادين في غزة أحمد شردان هل باتت الخسائر الفادحة التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي في كل جولة تصعيد هي أحد الظروف والعوامل الضاغطة فعليا لتسليمه بمطالب المقاومة؟ نعرف باعتقد أن الإجابة على هذا السؤال هي نعم وهذا بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي عندما كان سابقا يشن أي عدوان على قطاع فزة لم يكن في حسابة أي خسارة اقتصادية قد يتكبتها جراء ما تمارسها المقاومة وذلك لضعف إمكانات المقاومة وعدم قدرتها على تكبيد الاحتلال الخسارة ومعظم الخسارة التي كان يحسب الاحتلال الإسرائيلي هي وقود الطائرات أو الدبابات أو تكلفة رواتب الجنود اليوم يختلف في الموضوع تكلفة الحرب على قطاع غزة لم تعد منها كما تحدث التقليل قبل قليل أي دخول لقطاع غزة وأي عدوان على غزة سيكلف الاحتلال كثيرا وهنا يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا وهي أن التكلفة التي تحدثت عنها مليارين وأكثر مليارين دولار هي نتاج 11 يوما فقط وهي ضعف العدوان عام 2014 والذي استمر 51 يوم إذن ربما بعد ثلاث أو أربع سنوات كان هناك عدوان إسرائيل آخر على قطاع غزة ستكون التكلفة بكل تأكيد أضعاف مضاعفة عن الأرقام الحالية هناك أيضا أمر آخر المستوطن الذي كان يأتي من مشارق الأرض ومغربها إلى قطاع إلى فلسطين المحتلة وهو موجود بأرض اللبن والعسل اليوم يجد نفسه يعمل من أجل أن يدفع ضرائب لدولة تخوض خروب خاسرة آخر حرب خضتها إسرائيل وربحت فيها عام 67 من 73 وحتى أن كل حروب إسرائيل خاسرة وبالتالي الاحتلال أيقن أن المقاومة الفلسطينية لها اليد العليا واقتصادية ظهر بمظهر الضعيل والذي يملك ما يخسره المقاومة في قطاع غزة والفلسطينيون بشكل عام ليس لديه ما يخسرونه بعدما أصبح الاحتلال يمس مقدساتهم ومسجدهم الأقصى وبالتالي الاحتلال بالفعل لديه بنية تحتية لديه سياحة لديه اقتصاد وبالتالي هو لديه ما يخسره ولهذا رضحه وسيرضحه في الجونات القانونة محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر الاحتلال فعليا خسائره الضخمة من تمويل القبة الحديدية والجدار تحت الأرض ضد الأنفاق أو أنفاق غزة فعليا برأيك كيف استطاعت المقاومة إلغاء الجدوى من هذين المشروعين؟ يعني الخسائر الضخمة من هذين المشروعين هي لا تتعدى فقط كما تكلم الزميل أحمد عن الخسائر عن الصواريخ واعتراض الصواريخ خلال 11 يوم نحن نتكلم عن مشروع ضخم يمتد لعشرات السنوات ربما هو الآن أصبح غير زي جدوى من الناحية العسكرية بعد أن وصلت صواريخ المقاومة إلى كل مكان فيها الكيات هذه الخسارة والتي تمتد على سنوات كما قلنا العدو الإسرائيلي يجب أن يفكر بعد الآن في مشروع آخر لحماية كيانه وداخليه من هذه الصواريخ من هنا نستطيع أن نضع هذا المشروع الذي كلفه الكثير الكثير جانبا والتفكير عليها التفكير بمشروع آخر ربما تكلفته تكون مضاعفة في موضوع أيضا الأنفاق كانت اعتبرت إسرائيل في مكان ما أن منورتها في قطع تحت الأرض بين غزة وخارج غزة تستطيع أن تتفادى فعالية الأنفاق لتجد أن هناك مدينة تحت الأرض كاملة فيها أنفاق بالكامل فيها أصبح قاعدة هجومية لإطلاق الصواريخ محمية محمية للقادة محمية للكوادر ويمكن أن تناول فيها ويمكن أن تطور أسلحة فيها هذا هو البعد الأساسي في هذه الخسارة من هنا نستطيع أن نقول فطون أن المقاومة في هتين المناورتين الأنفاق والصواريخ استطاعت إرشال هذا التمويل الضخم للعدو على مدار سنوات وهذا يأخذنا مباشرة إليك من جديد أحمد شدداني الحديث أكثر عن الخسائر الاقتصادية بمعنى الضربات الاقتصادية الاستراتيجية إلى أي حد أصابتها في مقتل المقاومة لهذه المناطق المتعلقة بالاحتلال عندما تحدث عن تعطيل خط إيلان عسقلان مثلا عندما تحدث عن تعطيل حق الأتمار نعم بالفعل إسرائيل كانت تروج لنفسها دائما بأنها واحة ديمقراطية واقتصادية مستقمة تحاول أن تتغلب على دول المنطقة ودول المحيط بأن لديها استقرار اقتصادي اليوم على المدى البعيد والمدى الاستراتيجي البعيد المقاومة ضربت هذه المنظومة لا يمكن للاحتلال أن يستخرج الغاز أن يكون بيئة من الاستخراج الغاز بفعل المقاومة كثير من الشركات الدولية شركات التنقيب عن الغاز وعن النفط ستشاهر نفسها وستحدث مع نفسها بدل المرة ألف قبل أن تأتي للاستثمار في الاحتلال الإسرائيلي لأنه غير مستقر أمنيا وبالتالي هذه خصائف وفاقضات خط إيلات عسقلان كان الاحتلال يهدف من خلاله إلى ضرب قناة السويس التي تنقل النفط بين الضفتي المحيطين وبالتالي الآن المقاومة بضربة لهذا الخط مع العلم أن المقاومة تعمدت ضرب خط إيلات عسقلان أكثر من 20 صاروخ خرجوا دفعة واحدة بانتجاه هذا الخط حتى عطلت حق الإثمار النفطي أو الغاز الطبيعي تعطل تسع أيام عن الاستخراج وتم إغلاقه مطار بن جوريون أغلق تسعة أيام حتى مطار رامون في جنوب فلسطين تم استهداف ومطار الاحتلال إلى إغلاقه وبالتالي الخسارة الاستراتيجية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد بيئة جاذبة للاستثمارات الكبيرة لم يعد بيئة جاذبة الاستثمارات أو آمنة للاستثمارات وبالتالي ربما تعصف كثير من الدول العالم عن الاستثمار في مجال الطاقة داخل دورة الاحتلال وبالتالي تكون المقاومة قد حققت خدق بعيد المدى واستراتيجي بحرمان الاحتلال من مصدر دخل كبير نعم إذن القيادة العسكرية الأمريكية تحذر إدارتها السياسية من مخاطر ملء موسكو وبكين الفراغ الذي سيخلفه تقليص عدد القوات الأمريكية في المنطقة ترى هل يتخوف ماكنزي على نفوذ بلاده في المنطقة أم أنه يسعى عبر مواقفه للضغط على واشنطن لإبقاء قواتها في الشرق الأوسط إفصاح جديد عن فوبيا الخوف الأمريكي من روسيا والصين فالقواتين العظميان هم على سلم أولويات واشنطن الآن كما تدل التصريحات والأفعال الأمريكية ليأتي الانسحاب الأمريكي من أفغانستان معززا لهذا الخوف كيف ستستغل بكين وموسكو ذلك؟ توجس عبر عنه رئيس قيادة القوات المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي بقوله إنه بينما تقلص واشنطن من تواجدها العسكري في المنطقة فإن روسيا والصين تتطلعان إلى توسيع نفوذه ما هناك روسيا تسعى لبيع الأسلحة ومنها أنظمة الدفاع الجوي للشرق الأوسط فيما تخطط الصين لإنشاء قواعد عسكريات بالمنطقة بحسب زعم ماكنزي الذي أكد ضرورة الحاجة إلى تعديل الوضع الأمريكي في المنطقة كلام ماكنزي المنطلق من خلفيته العسكرية يشير إلى خطر توسيع نفوذ بكين وموسكو العسكري في الشرق الأوسط لأن روسيا بقوتها العسكرية الهائلة والصين بقدراتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية سيشكلان ثنائيا متكاملا يقف في وجه الهيمنة الأمريكية ما يضع مصالح الأخيرة في العالم على كفع فريد لكن واشنطن اليوم منقسمة على ذاتها بين فريقين الأول يرى أن الانسحاب أصبح حاجة آنية ضرورية فيما يؤيد الثاني والذي يمثله الجانب العسكري غالبا بقاء تلك القوات لارتباط المشهد بمصالح الولايات المتحدة في العقود المقبلة ليعود بنا الزمن إلى الماضي القريب حين حاول البنتاجون الالتفاف حول قرار ترامب الانسحاب من سوريا هل هو تخبط في اتخاذ القرار الأمريكي ومن له اليد الطولة في اتخاذ القرارات الكبيرة التي تخص التوجهات السياسية الخارجية والعسكرية جنرال شارل كلان مكنزي في أي إطار يصنف هل يصنف في إطار التمهيد لإعادة النظر فيما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية حول سحب بعض قواتها وسحب بعض قواعدها؟ ليست المرة الأولى التي يتجى فيها مكنزي أو القيادة الأمريكية العسكرية إلى محاولة مخالفة قرار السياسي الأمريكي نذكر الموضوع متعلق بسوريا عادت الوزارة الدفاع وغيرت قرار الرئيس الأمريكي ما قبل الأمس أيضا مكنزي صرح مباشرة وبطريقة واضحة بعد أن كان هناك اتفاق شبه استراتيجي وتكلمت الحكومة العراقية والحكومة والإدارة الأمريكية أن هناك اتفاق الانسحاب الأمريكي ليخرج مكنزي ويقول أنه لا يوجد انسحاب وهذا الموضوع غير وارد والحكومة العراقية طلبت أن نبقى هذا هو دائما البعد العسكري الذي تعطيه وخاصة القيادة المركزية الأمريكية في حساسية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للتواجد الأمريكي صحيح هم يريدون أو أعلنوا في الأعلام وفي التكنيماسية أنهم يريدون التخفيف ولكن عمليا حساسية منطقة الشرق الأوسط وأهميتها السراتيجية تفترض أن يبقوا في هذا الإطار ليس الموضوع يتعلق فقط بروسية أو بالصين فقط أو بإيران فقط أو بحماية إسرائيل جميع هذه النقاط نستطيع أن نشركها في منطقة الشرق الأوسط وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في عشرات النزاعات والصراعات والتي من ورائها تستطيع أن تفرض نفوذها في منطقة الشرق الأوسط لذلك أعتقد أن الموضوع يذهب باتجاه تغيير ربما سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والإبقاء على استراتيجية عسكرية فاعلة بشكل مركزي في منطقة الشرق الأوسط في بحث السيناريوهات أسألك معدة سلسلة سوريا أين هبا محمود الاحتلال الأمريكي في شمال الشرق السوري يحتل أراضي فيها 90% من النفط السوري 80% من الغاز السوري هذه التصريحات لأمريكا بأنه قد تسحب بعض القوات والعتيد والعتاد والقواعد هل يمكن أيضا أن ينسحب على سوريا أم أنه لا الأهمية الاقتصادية والإفادة الاقتصادية والسياسية للأمريكيين قد تبقي على هذه القواعد فتون علامتنا التجارب دائما أن ننظر أن لا نعول كثيرا على التصريحات الأمريكية وخصوصا بمسألة الانسحاب من الأراضي أو المناطق التي تحتلها أو على الأقل دعينا نقول أن ننظر بحذر إلى هذه التصريحات لا يمكن أن نقول أن تصريحات ماكنزي لا تحمل في طياطها تحذير وتخويف من روسيا والصيد وبالتالي تبرير للوجود الأمريكي في المنطقة هذه المنطقة فتون منطقة شديدة الأهمية وشديدة التنافس بالنسبة للقوى العظمى لا يمكن لأمريكا أن تسحب منها بهذه السهولة لذلك بطبيعة الحال أن أي فراغ ستتركه أمريكا سيستفيد منهم منافسها وخصومها وبالتالي ستكون أكثر حذر في التعاطي مع هذه المنطقة الاستراتيجية وأنت قلت في سؤالك أن هذه منطقة مليئة بالنفط التخلي عنها ليكون سهلا ولا ناتج لقرار ولكن دعيني أشدد على نقطة شديدة الأهمية في هذه المسألة نحن هنا فتون في معركة المعركة بين طرفين لا تتعلق فقط بالقرار الأمريكي والمخططات الأمريكية وما تريده أمريكا فقط ولكن هناك طرف آخر وهو صاحب الأرض سوريا ما الذي يريد هذا الطرف؟ دعيني أقول من تجربة شخصية ومن رصد فعلي على الأرض السوريين متمسكون بشكل كبير بهذه المناطق التي تحتلها أمريكا على الصعيد الشعبي وفي كل المحافظات والمناطق وعلى الصعيد الرسمي طبعا بطبيعة الحال من خلال رصد تصريحات الدولة السورية دائما تؤكد على ضرورة عودة أراضيها وإرجاعها إن كان بالدبلوماسية أو بالطرق الأخرى لتحرير كل هذه الأراضي سواء تحت سيد الأمريكي أو التركي إليك من جديد جنرال شارل في ظل كل هذا التنافس الذي تشهده المنطقة يعني ما بين مزدوجين الشرق الأوسط تحديدا إلى أي حد ستبقى هذه المنطقة ضمن هذا التنافس الحاد منطقة لحرب بالوكالة المواجهات عسكرية ما بين كل هذه القوى الدولية العظمى يعني بضع الموضوع يأخذ النقطة الأكثر حساسية هناك أكثر من اجتباك بدأ يقطع إذا رأينا الموضوع أو التواجد الروسي والأمريكي في سوريا هو نقطة اجتباك رأينا أكثر من مناسبة فطول كان هناك إمكانية للصدام العسكري وهذه كانت نقطة أيضا حساسة ومهمة أيضا الآن بعد الاتفاقية استراتيجية بين إيران والصين وبعد أيضا الخلاف والحاد والاشتباك استراتيجي الحاد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل واضح وعلني بالإضافة طبعا للحساسية بين الولايات المتحدة وبين إيران لم يعد مستغربا أن يكون هناك أي اشتباك معين في منطقة الخليج يحمل هذا الخلاف استراتيجي من جهة بين الولايات المتحدة ومن جهة أخرى بين الصين وبين إيران هذه المنطقة هي منطقة اجتباكات ودائما هناك مناسبات نقول فيها على الميادين أن الأمريكين يبنون استراتيجيتهم من خلال نزع أو بزر الخلافات السياسية ومحاولة تعميقها وهنا النقطة الأساسية منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مناسبة لهذه الخلافات فيها إسرائيل والصراع مع العرب فيها المقسامات المذهبية فيها منطقة غنية بالنفط فيها منطقة تشتري الأسلحة وهذه اللي هو البعد وربما أشار إليه الجنرال مكينزي هي ربما المنطقة الوحيدة في العالم التي يشتري أصحابها هم زباء مهمين لشراء الأسلحة من هنا أعتقد أن الموضوع بدأ يتجه ربما إلى اجتباك قد لا يكون باردا سوريا أين هو سلسلة وثائقية من إنتاج الميادين رصدت الواقع السوري بزوايا متعددة ومن مدن ومحافظات مختلفة قدم الوثائقي مشاهد متنوعة من سوريا قد يراها البعض متناقدة ولكنها بشكل أو بآخر هي متكاملة رصد يحاكي حياة المواطن في أدق تفاصيله وكل همومه المعيشية ورصد يرامس أحلام الشباب وهواجسهم ويسألوا هل السوريون عالقون في الماضي أم أنهم محاصرون بحاضرهم الحالي أم يعملون من أجل المستقبل ورصد مر بالمعامل والمصانع وحركات القطاع التصنيعي السوري بالأرقام وبالإحصاءات بما يقدم صورة وقعية بعيدا عن المبالغة أو التبخيث عبر سؤال بسيط تجيب سلسلة الميادين الوثائقية عن مواضيع مختلفة في الجوانب السورية اجتماعية وثقافية وسياسية وصناعية سؤال أين يستكمل في كل حلقة بحسب موضوع البحث أين الواقع الاجتماعي؟ أين الشباب؟ أين الصناعة؟ وأين المستقبل؟ فبعد أن شكلت الحرب السورية مادة دسمة للإعلام طوال السنوات العشر الماضية مادة للاختلاف والانقسام بسبب التخاصم أثناء الإجابة على كل الأسئلة الخلافية من قبيل ماذا حدث؟ ومن المسؤول؟ ولماذا حدث ذلك؟ وكيف حدث؟ جاء العمل للتركيز على النقاط الجامعة في هذا الملف الشائك الملف السوري وهو سؤال أين وصل السوريون اليوم؟ في أي طريق هم؟ إلى أين يتجهون؟ وصولا إلى الغاية والوجهة النهائتين البطولة في هذا العمل ليست للتحليل أو للاستشراف إنها للشارعي وللناس إنها لسوريا الناس الحديث عنهم والكلام لهم 1500 و2000 ورعا ربط الخبز بره قدران تضحك؟ مين؟ إنها تضحك؟ إنها تضحك؟ لازم يتنعم هنا ما بقى للموت شيء نحنا عم نزلل كل الصعوبات وعم نستطيع نأمن موادنا الأولية كاملة اليوم نحنا عم نصدر ل120 دولة حول العالم مواد غزائية رفعاتي اللي سافروا عم نصدر لشيو سنة كلهم مدعا جلسون رمبا اتفاق على الصياغة الجديدة الاستفادة من الأخطاء السابقة اللي من هون مضرهمون بس نشكمة تخلونا مضرهمون قدرنا نجمع شوية مصاري كنا نفكرينهم مصاري قبل ما نبدلش نفتحها وضوء العسكرية هي أكبر معوقت في عمل لتدميرة نفسية سورية خلاص انه هيك هوي اوكي انت هيك عم ندرس عم نعمل علينا نحن كل العالم اللي عاديين هون أنا بيعتبرون أبطال الصبر يعيش السوريون ظروفا صعبة يستحقون معها بكل استحقاق لقب الصامدين لكنهم أيضا يملكون نقاط قوة تجعلهم من دون شك مقاتلين من أجل الحياة ومن الطراز الرفيع يعني لابد أن يستجيب القدار يعني هبا أنت جلت في محافظات ومناطق سورية عدة ما أبرز ما لفتك في هذه الجولات وما هي أوجه التشابه ما بين حتى الاختلاف أيضا ما بين هذه المحافظات والمناطق فتون يعني نحن لم نتجول فقط بين المدن السورية نحن تجولنا في كل تفاصيل هذه المدن نحن دخلنا إلى أماكن العمل دخلنا إلى المواصلات وقفنا أمام الطوابير المختلفة في سوريا دخلنا إلى التفاصيل تحدثنا مع الناس يعني كما قلنا كان الحديث مع الناس وللناس كان العنوان الأساسي لهذا العمل سوريا الناس ماذا يقول هؤلاء الناس؟ قد يعتقد البعض أننا لجأنا إلى الأسئلة السهلة كيف حال السوريين؟ ما هي أحلامهم؟ ما الذي يخشونه؟ ما الذي يخافون منه؟ ولكن بالعمق هذه الأسئلة هي الأسئلة الحقيقية التي تلامس العالم وفتون هذه الأسئلة هي التي تتطلب الجرأة والشجاعة ليس لطرحها ولكن للاستماع إلى إجابتها ما الذي يخافه الآن السوريون؟ ما الذي يقلقهم؟ الوضع المعيشي المشترك القاسم المشترك الذي كنت تسأليني عنه الغلاء الأسعار ندرة المواد مسألة السفر لا يوجد في أي مدينة أو في أي منطقة أي حي وربما لا أبالغ إذا قلت أنه لا يوجد في أي عائلة سورية هناك شخص غير مسافر أو خارج الأراضي السورية هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية فتون مسألة السفر كيف هي آراء المجتمع السوري تجاه تحديدا الشباب هناك الراغبين له هناك المتحمسين له وهناك الراغبين بالعودة إلى البلد هناك أيضا بالإضافة للوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك مسألة القطاع التصنيعي مسألة الحصار العقوبات هناك العديد من المواضيع التي تستحق الوقوف والحديث عنها وكما قلنا في الوثائق وفي المقدمة وقبل قليل في التقرير الرصد كان للواقع من دون مبالغة ومغالات ومن دون تبخيث فهناك جوانب مضيئة كثيرة أحمد شلدان الشعب الفلسطيني عاش حالة الانقسام للأسف لـ 15 سنة تقريبا أقل بقليل أكثر بقليل برأيك ما حصل الآن من توحد في الجبهات الفلسطينية كلها في العدوان الأخير هل سيشكل بارقة أمل لتوحيد الشعب الفلسطيني الذي عانى أيضا حتى على المستوى الاقتصادي من هذا الانقسام نعم فتون على وداء 15 عاما بحاول الفلسطينيين وجربوا طريقة طرقا عدة من أجل الوحدة تجربوا أن تكون هذه الوحدة من رأس الهرم أي بالتصالح بين حركتين الحماس ثالثا جرى الحديث عن مصالحة فلسطينية بين التصالح ثالثا كان هناك الحديث عن انتخابات وثالثا أخرى مصالحة مجتمعية ولكن هذه الخطوات كلها فشيل ما نجح فعلا على أرض الواقع هو عندما بحد الفلسطينيون عن القواسم المشتركة بينهم فكان القواسم المشترك هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ونصة المحدثات ما جرى خلال الأيام الأخيرة من أحداث داخل مدينة القدس المحتلة ونصة الأقصى باب العمود والشيخ جراح وحدت الفلسطينيين جميعا خلف هدف واحد المقاومة في غزة التي دخلت على خط المواجهة كان يلادي لها أهالي الضفة الغربية وكذلك أهالي القدس المحتلة بينما كانت الصواريخ تخرج من غزة كان أهالي اللد وعبكة ينتقضون هذه الوحدة الكبيرة جاءت نتاج البحث عن العوامل والقواسم المشتركة أعتقد إذا مرحبنا على ما حصل خلال الأيام القادم الماضية يمكن أن نصل إلى وحدة حقيقية تتجاوز أسباب الخلال ومن معظمها أسباب سياسية نعم هبا أنت عنوانت هذه السلسلة من الوثائق المؤلفة من ثلاثة أجزاء كما أعلم عنوانتها بسوريا أين وأنا سأسألك بدوري الآن بما أنك جلت في كل هذه المناطق وتابعت كل هذه التفاصيل مباشرة من على الأرض سوريا إلى أين في الواقع فتون وصلتي إلى لب المقصود من هذا العمل لم يكن الهدف فقط أن نسأل أين نقف الهدف من السؤال أن نعرف في أي طريق نقف هذه المسألة تجعلنا نعرف من خلال رصد المؤشرات حولنا المسار الذي تتجه إليه الأمور في سوريا والطريق والغاية النهائية أين أو إلى أين الأمور هناك رصد بالأرقام بالوقاع في القطاعات المختلفة القطاع التعليمي القطاع الطبابي القطاع التصنيعي السوري الكامل بشقيها الحكومي والخاص الرسمي والخاص كما ذكرت بالأرقام والأحصاءات هناك تقدم بطبيعة الحال فتون لأنكم كما ذكرت واقعيين هذا التقدم تقدم بطيء ولكن لا يمكن أن نتجاهل أن هناك تقدم وهناك مسار في هذه المسألة ربما قد يكون للبعض رأي بالقول بأنها خطوات صغيرة واثقة ولكن هي خطوات إلى الأمام في هذا الشأن لابد من الوقوف عند الإحصاء والأرقام يعني مثلا دعيني أذكر على السريع فتون إذا سمح الوقت يعني عام 2013 كانت في سوريا 90% من المصانع والمعامل في مدينة عذرة الصناعية في ريف دمشق وهي من المدن الصناعية الكبرى وفي مدينة الشيخ نجار في حلب 90% من المنشآت الصناعية قد أقفل في عام 2017 في أوائل عام 2017 أعيدة البناء التحتية نعم أعيدة بناء المعامل المصانع نسبة الاستثمار تتزايد بنسبة 10% سنويا هذا رقم كبير جدا صحيح وخصوصا مقارنة لما يحدث لسوريا كل هذه العوامل إن كان داخليا أو إن كان كل هذا الحصار على سوريا خارجيا والعقوبات والقانون قيصر صحيح شكرا لك هبة نعم انتهى الوقت بالكامل شكرا لك هبة محمود شكرا أيضا لك جنرال شارل أبي نادر وأحمد شلدان فاصل نحلل بعده قضية اليوم هو أيار النصري للمقاومة وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي في أيار في أيار عام 2000 انهارت قوات الاحتلال وتحررت القرى واحدة تلو الأخرى في جنوب لبنان انتصار صريح حققته المقاومة وإسرائيل طلقت الهزيمة الأقصى في تاريخها وهكذا بدأت فصول روايات الانتصار وتثبيت معادلة الردع مع إسرائيل ردع تكرس ومحور للمقاومة نمى وإنجازات تتحقق فكانت آخرها ملحمة فلسطين التي ثبتت كسر الجدار الإسرائيلي وقفت إسرائيل عاجزة أمام هول ما حدث انهار عملائها وبدأت القرى تتحرر واحدة تلو الأخرى وجد الاحتلال أن لا خيار له إلا الانسحاب كانت عدسات الكاميرات توثق تسابق الجنود الإسرائيليين والعملاء نحو الحدود هكذا كان المشهد قبل واحد وعشرين عاما في جنوب لبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 سجلت أول هزيمة للاحتلال الإسرائيلي أمام فصيل مقاوم منذ احتلاله فلسطين واندحر آخر جندي إسرائيلي من جنوب لبنان على وقع ضربات المقاومة الموجعة لم يكن انتصار العام 2000 عاديا في معاييره إنما كان انتصارا تاريخيا أثس لفترة ما بعد هزائم العرب المتتالية في حروبهم مع الاحتلال وفتح أبواب الانتصارات التي صدعت جدار الحسن الإسرائيلي أشهر قليلة على تحرير الجنوب وانطلقت الانتفاضة الثانية في فلسطين المحتلة تحررت غزة ليأتي تاريخ تموز عام 2006 مسجلا واحدة من أقصى المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان وانتهت بنصر إلهي وبمحاكمة تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت سجل صمود المقاومة الفلسطينية في الأعوام 2008 و2012 و2014 منعطفا مهما في تاريخ الصراع مع المحتل لكن ملحمة سيف القدس الأخيرة سجلت تحولا استراتيجيا برز فيه محور المقاومة حاضرا ومتكاتفا وتجاوزت فيه إدارة المعركة جغرافيا قطاع غزة والله هي أوهن من بيت العنكبوت بداية عهد المقاومة الذهبية هذا ما مهد له نصر أيار فما بدأ مع تفجير عبوات واقتحام مواقع إسرائيلية بأسلحة رشاشة تنامى ليشكل تهديدا حقيقيا للوجود الإسرائيلي بامتلاك حركات المقاومة اليوم صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة ومضادات للدروع والقدرة على فتح جبهات متعددة إضافة إلى دعم شعبي لم يسبق له مثيل محللة الميادين للشؤون الإعلامية والأقليمية أوقريت دندش هل يمكن اعتبار نصر 2000 هو محطة فاصلة أم هو طبيعة لإستمرار النضال عبر سنوات كثيرة توجد بهذا الانتصار طبعا منذ احتلال فلسطين وحركات المقاومة أو على الأقل تحرك الجميع في هذه المنطقة المعنيين بمسألة وبقضية فلسطين في محاولة لمواجهة الاحتلال ولكن هذه المقاومة التي لم تكن بهذا الشكل المنظم وبهذا الشكل الذي أدى هذه النتيجة بتنظيم أعلامي وتنظيم عسكري وبطريقة وصلت إلى ما وصلت إليه عام 2000 لكن هذا لا يمكن أن نقفل في هذه الحالة أن نتحدث عن أن المرحلة الفاصلة التي أدت إلى ضرب سمعة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال وبأن إسرائيل لا تهزم هو ما حصل عام 1982 في لبنان عند احتلال العاصمة بيروت وانطلاق المقاومة من الأحزاب الوطنية ومعارفة بجمول حينها عملية الوينبي وعملية بسرس التي قالت للمحتل أنكم لا تدخلون أرضا يعني الدخول إليها متاح وهي لقمة سائغة وبالتالي انطلقت المقاومة التي وصلت إلى دحر العدو الإسرائيلي من العاصمة اللبنانية لكن فيما يتعلق بالجنوب مختلفة في ما سبق مرحلة الوصول إلى عام 2000 هو أن المقاومة وصلت إلى مرحلة أكثر تنظيما استخدمت العلام كسلاح وأجادت استخدامه أعطت نموذجا مختلفا أصبحت تسمع حتى من قبل العدو وجمهوره الذين اعتبروا أن المقاومة هي مرجع للمعلومات الصادقة وبالتالي عندما حصل الانتصار بهذا الشكل عام 2000 فهو بالتالي أدى إلى مرحلة بدء مرحلة جديدة وهذا ينقلني إليك مباشرة موسى عاصم حل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية يسأل أكثر عن انعكاس الانتصار على لبنان لاحقا وخصوصا في التعامل معه من قبل الدول الأوروبية والقوى الدولية موسى يعني المشهد الذي نتج عن هذا الانتصار التاريخي على الإسرائيليين في لبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 كان له تداعيات كبيرة على المشهد اللبناني بشكل عام يعني اللبنانيون ولأول مرة في تاريخهم أو في تاريخ الصراع العرب الإسرائيلي اللبنانيون يحققون انتصارا على الدولة الإسرائيلية ويحررون الجزء الأكبر من بلدهم مع هذا الانتصار سقطت المقولة التاريخية التي كانت تدعي أن لبنان قوي بضعفه وحل محلها لبنان قوي بقوة مقاومته هذا المشهد الجميل الاستثنائي دام لثلاث سنوات أربع سنوات بعد ذلك أو بعد التحرير مباشرة بدأت دوائر القرار في الكونغرس الأمريكي بمساعدة بعض الأوروبيين إسرائيل وبعض الجهات اللبنانية أيضا ولأينا بعد ذلك في العام 2004 القرار 1559 الذي أراد أن يحقق لإسرائيل الانتصار الذي لم تحلم به أو لم تتمكن من الحصول عليه عام 2000 هذا القرار الذي أجاز للمجتمع الدولي أن ينزع سلاح المقاومة ولكن هذا القرار حتى أيضا في تلك المرحلة سقط كان في لبنان رئيس اسمه الرئيس إميل لحود أمن الحماية للمقاومة وأسقط هذا القرار ورفض تطبيق هذا القرار وربما هذا المشهد أيضا الإستثنية الذي حدث مرة جديدة هو الذي دفع بالمجتمع الدولي الرافض منطق المقاومة لاحقا وربما أيضا الذي خطط لاحقا إلى إدخال لبنان في هذه المتاهة من الدوامات ومن الاستفافات السياسية والصراعات المذهبية مع اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري دخلنا بعد ذلك وربما هذا الحدث كان ردا واضحا على انتصار العام 2000 وعلى سقوط القرار 1559 دخلنا في متاهات وفي صراعات وفي أزمات شتى لم ينتهي منها حتى الآن محل الميادين الشؤون الفلسطينية والأقليمية ناصر لحام ما مدى تأثير انسحاب المحتل الإسرائيلي من جنوب لبنان طبعا تحت ضغط المقاومة على الفلسطينيين قولا وفعلا قولا كان هناك حديث بأنه إذا أردتم أن تنسحب إسرائيل من أراضيكم فعليكم توقيع المعاهدات والاتفاقيات والسقوك والالتزام بما تريد إسرائيل فعلا كان الاحتلال جاثم على صدر الفلسطينيين وكان هناك تنكر الاتفاقيات أسلو ورفض إقامة الدولة الفلسطينية جاء تحرير جنوب لبنان ليحيي في الفلسطينيين فكرة الثورة من جديد على أساس أنه إسرائيل احتلت سيناء والعرش وانسحبت من سيناء والعرش إسرائيل احتلت حتى ضفاف السويس وشرم الشيخ وطابة وقال المشيديان لو خيروني بين شرم الشيخ والسلام لاخترت شرم الشيخ وانسحبوا من شرم الشيخ وطابة احتلت جنوب لبنان وانسحبت من جنوب لبنان احتلت غزة وانسحبت من غزة احتلت غر الأردن والباقورة وانسحبت إذن كما انسحبت من مدن الضفة الغربية بقيت الجولان والقدس وهي مسألة وقت وبالتالي أجمع المعللون العسكريون والأمنيون في إسرائيل أن انفجار انتفاضة العام 2000 انتفاضة الأقصى سببها انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتصار الثورة فيها نعم أجريت عندنا نتحدث عن هذا النصر في نصر أيار عام 2000 كيف نعكس على حركات المقاومة الأخرى هل فقط على الجانب المعنوي أم نتحدث أيضا في هذا الإطار عن الجانب الميداني طبعا كان يمكن الحديث عن الجانب المعنوي لو أن الحركات المقاومة المختلفة لا تملك رابطا فيما بينها ولكن أثبتت الأيام ولسيما المعركة الأخيرة فيها على غزة أن هذا المحور محور المقاومة وحركات المقاومة هي مرتبطة بأكثر مما هو الرابط المعنوي أو رابط القضية هناك رابط يتعلق بتبادل الخبرات عندما نرى أحيانا مشاهد متشابهة في الأداء الأعلامي في الأداء العسكري في كثير من النقاط تعاد عن الموقف السياسي والعسكري ليس فقط المتضامن ولكن حسب أصبح معلوما لدى الجميع أن مسألة التدريب مسألة التسليح مسألة هذا التحالف هو تحالف فعال على كافة الأصعدة وبالتالي انتصار المقاومة في لبنان طبعا كان له تأثير معنوي كبير وليس فقط على حركات المقاومة إنما على كل من على كل الأحرار في العالم ولكن فيما يتعلق بحركات المقاومة تحديدا فأنه هناك يعني هناك دروس أخذت من التجربة تجربة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني تجربة المقاومة ومواجهتها وطرقها التي أصبحت نهجا يعني المقاومة في لبنان عندما انتصرت عام 2000 هي فقط لم تحقق يعني لم تحقق فقط انتصارا ولكن هي أسست لنهج جديد في المقاومة نهج يتطور في كل مرحلة وفي كل معركة هناك إبداع إذا صح التعبير لحركات المقاومة تضاف ولكن النهج الذي وضع والذي انتصر في جنوب لبنان أصبح نهجا يعتبر الجديد في المقاومة وهذا الكلام ربما يقدم لسؤالي لك موسى عاصي كيف استطعت المقاومة ترجمة انتصاراتها فعليا يعني على مستوى جاهزية المقاومة طبعا هناك ترجمة مباشرة وفعلية رأينا ذلك في حرب العام 2006 يعني انتصار العام 2000 ما هدى للانتصار الذي حصل عام 2006 وكان طبعا الانتصارات المقاومة ان كان في العام 2000 او في عام 2006 ايضا ترجمة مباشرة على مستوى المقاومة بشكل عام الخط المقاوم بشكل عام كما تحدثت الزميلة اوغاريت ان كان في فلسطين في غزة او في مناطق اخرى في هذا العالم وايضا كان له انعكاس مباشر على العلاقة الجديدة التي بنيت بين اسرائيل وبين العالم العربي تحديدا مع لبنان ومع فلسطين ومع سوريا هناك ايضا حاجز من او توازن الرعب الذي تحدثت عنه المقاومة في السنوات الماضية بات مكرسا بشكل كبير جدا ولكن اذا اردنا ان نتحدث عن ترجمة هذه الانتصارات على المستوى الداخلي بحيث تأمين الضمان والامان للمقاومة للخط المقاوم على المستوى اللبناني هنا بعض الاسئلة التي يجب ان تشرح والتي يجب بالفعل ان يبحث لها عن اجوبة الاسرائيليون خرجوا من البوابة العريضة الحلفاء اسرائيل خرجوا ايضا من البوابة العريضة ولكنهم في السنوات اللاحقة عادوا باسليب مختلفة من النوافذ رأينا الحملات التي نتبهى حتى اليوم وان كان في لبنان أو في العالم العربي هذا الهجوم الكاسح على المقاومة وعلى دور المقاومة وربما ايضا كل الازمات التي يعيشها لبنان اليوم يعود بالاساس الى الانتصارات التي حققتها المقاومة هل كان على المقاومة بعد انتصار العام 2000 أن تقوم بشيء مختلف تماما عما قامت به هذا السؤال طبعا لا أستطيع الإجابة عنه هل المرونة التي تعاملت بها المقاومة مع العملاء تحديدا الذين فروا أو الذين سلموا أنفسهم للدولة اللبنانية ولم يحاكموا بشكل حازم وحاسم والله يفعلون بعض العملاء يعودون إلى لبنان بجوازات سفر أمريكية وهنا النقطة المهمة هروب هؤلاء العملاء من بينهم جيش لحد الذي فر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ما تأثير ذلك أمنيا على الأراضي المحتلة ناصر رغم أنه انتوان لحد فتح مطعم فول هذا صحيح انتوان لحد فتح مطعم مع زوجته ميريندا وكتبت الصحافة الإسرائيلية له قائد جيش لبنان الجنوبي لأن يفتح مطعم وهذا أصبح مثار سخرية ومثار ألم عند الإسرائيليين ثم جاءت عائلات العملاء لتستوطن قررت إسرائيل توطنهم في المدن العربية المدن العربية رفضت في مدارس اليهود رفض اليهود أن يكون أبناء العملاء يدرسوا معهم وبالتالي لا المدارس اليهودية قبلتهم ولا المدارس العربية قبلتهم لا التجمعات السكانية اليهودية قبلتهم ولا التجمعات السكانية العربية وأصبحت مشكلة حقيقية ونموذج حتى أثرت على معنويات العملاء الذين يعملون مع الاحتلال هنا في الأرض المحتلة ومعظم من بات نأم إما في بيت الدرج أو في سقائف خاربة خارج حدود المدن وكان هذا نموذج ثم أنتوان لحد هاجر إلى فرنسا وبدأت الأصوات تعلوه هناك من احتج أمام الكنيسة فكانت ليس فقط عيانة لمن تعاون مع الاحتلال وإنما ضرب لكل العملاء في المنطقة كلها في الشرق الأوسط أنه هذا مصير من يخون وطن ويتعاون مع الاحتلال إسرائيل لم تقدم لهم كل شيء خسروا منازلهم وأراضيهم وخسروا سياراتهم وجاءوا إلى هنا فقط بأدنى مستوى اجتماعي أغاريت قد يسأل سائل أن المقاومة حررت الأرض وحققت الانتصارات ما هو الداعي لبقاء هذه المقاومة؟ ما هو مبرر وجودها حتى هذه الساعة؟ لماذا لا تحل نفسها وتتحول فقط إلى أحزاب سياسية؟ طبعا هذا الخطاب الذي يروج له أعداء المقاومة وعملاء إسرائيل بشكل عام لأنهم يريدون أن يقولوا أنه إذا كانت هذه المقاومة نتحدث هنا عن لبنان تمكنت من تحرير الأرض فبالتالي لماذا تستمر؟ أولا الأراضي اللبنانية لم تحرر بالكامل مزارع شبعة لا تزال أراضي محتلة ولكن الأهم هل يمكن أن نأمن جانب هذا الكيان المغتصب؟ هذا الكيان الذي يتربص بلبنان بعد التحرير عام 2006 حصلت حرب تموز وتم الاعتداء على لبنان على كافة المرافق الحيوية في هذا البلد لو لا وجود المقاومة لو لا تصار تموز لكان يمكن للجيش الإسرائيلي أن يصل إلى بيروت وأن يحتلها مجددا وهنا طبعا نحن نؤمن بأن هذا الشعب سيقاوم وهو ولاد للمقاومات ولكن مدام هذا الكيان موجود في التالي المقاومة هي مشروعة وستكون دائما موجودة بأي شكل كانت وبأي زمن وبأي أعداد كانت ولكن اليوم ما يطمئن أن لبنان على الأقل فيما يختص به المقاومة جاهزيتها كاملة هي مستعدة دائما لحماية هذا البلد وحتى أعداء المقاومة على الأقل أو استخدام هؤلاء الذين يحاولون التصويب على المقاومة بهذه الحجة حجة تحرير الأرض يعلمون أنه ما يحمل ظهر لبنان اليوم هو وجود المقاومة وهو هذا الحلف الذي يقوي المقاومة ويمدها بالإمكانيات وبالأعداد اللازم وبالجاهزية الكامل لتحمي لبنان دائما ومجددا موسى عاصي تحدثت وقلت أن المقاومة لها ثمن ودائما أي مقاومة لها ثمن بل أثمان وتحدثت أيضا عن المكلاء وتحدثت عن العملاء هل تقصد بذلك أنه ربما الأزمات التي يعيشها لبنان الآن تباعا وتباعا هي من أثمان المقاومة فتون باختصار شديد اليوم يمر لبنان بأزمة اقتصادية سياسية اجتماعية لم يسبق أن مر بها في تاريخه وهذا طبعا في الجزء الأساسي منه يعود إلى سوء إدارة لبنان منذ ثلاثين عاما وحتى اليوم والفساد المستشري في الطبقة السياسية ولكن لنكن واقعيين اليوم إذا أرادت إذا أراد المجتمع الدولي أن يضغط على البنك الدولي وأن يضغط على الدول المانحة وأن يطلب من فرنسا ومن السعودية ومن دول الخليج أن تساهم بدفع المليارات للبنان للا كان حصل ذلك غدا صباحا اجتمعت الدول المانحة وقارر دفع الأموال ولكنت وافقت على بقاء الطبقة السياسية في مكانها مقابل ثمن بسيط جدا هو التخلي عن سلاح المقاومة والتخلي عن المقاومة إذن بالتأكيد هناك جزء أساسي له علاقة بالانتصارات التي حصلت في العام 2000 وفي العام 2006 وأيضا بالانتصارات التي حققتها المقاومة اللبنانية عبر انتصارات الفلسطينيين مؤخرا في غزة وفي غير غزة إذن هذه الأثمان يدفعها لبنان طبعا بجزء كبير منها بسبب فساد طبقات السياسية وبالجزء الآخر أيضا بسبب هذه الانتصارات نعم أختم معك ناصر على صعيد الإسرائيليين أنفسهم كيف يرون هذا المشهد الإسرائيليون عالقوا في المشهد اللبناني ولا يستطيع أي إسرائيلي الخروج منه تحول احتلال لبنان إلى لعنة في كل بيت إسرائيلي ليس فقط توابيت الجنود الذين يعدون وإنما في فكرة أن هناك من ينتصر عليهم وليس فقط في لبنان أصبح هناك محور للمقاومة كل فلسطيني يعرف أن لديه أخوة رفيق في جنوب لبنان هذا يحاكي غزة هذا يحاكي محور المقاومة كله في كل المدن اليوم تجربة حزب الله ليست هي الوحيدة التي ترعب إسرائيل أصبحت فكرة المحور هي التي ترعب أعطيكي فتون في أخر أيام الحرب وأول أيام الحرب العدوان الأخير على قطاع غزة كانت صحف العبرية تكتب حرفيا وعلى لسان جنرالات الجيش الإسرائيلي لدينا في غزة حزب الله جديد بمعنى أن المقاومة أصبح لها فروع كما أن هذا يحطم كل مخططات إسرائيل للاستهلاء ويد إسرائيل الطويلة قطعت والآن يد إسرائيل الطويلة لا تستطيع أن تدافع عن وجهها نعم شكرا لك ناصر اللحام موسى عاصي وأوغريت دندش التحليلية انتهت إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى